التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية خالد عباس لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على المتابعة الدورية والمستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع بدء الانتقال التدريجي لمختلف الجهات الحكومية للعمل من العاصمة الإدارية وذلك بهدف الاطمئنان على معدلات إنجاز تلك المشروعات ونسب تقدم الأعمال بها ومدى التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة ضماناً لاستدامة تلك المشروعات والحفاظ عليها